رأس محافظة حطر موت مبخوت مبارك بالماضي اجتماعا لمناقشة أوضاع الكهرباء بحضور الأمين العامل المجلس المحلي صالح العمقي ووكيل المحافظة لشؤون الفنية المهندسة مين بارو زيق والمختصين في اللجنة الفنية للمشاريع ولجنة الكهرباء بالمحافظة جرى في الاجتماع مناقشة الاستعداد المبكر للصيف القادم لتحسين خدمة الكهرباء وسارض رئيس اللجنة الفنية للمشاريع الخطوات التي تم اتخاذها والتواصل مع مؤسسة التمويل الدولية لتمويل اقامة عدد من محطات الكهرباء بالطاقة الشمسية في المحافظة وشدد المحافظة على الاستعداد المبكر لتحسين خدمة الكهرباء خلال الصيف القادم مع اعتماد دراسات لمشاريع مستقبلية مستدامة